بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في النشرة هذا من حسن الترتيب فبعد أن ذكر السحر أراد أن يذكر لك كيفية علاجه ولا ريب أن نحل السحر عن المسحور بالمشروع فيه فضل كبير لمن ابتغى وجه الله الدليل الأول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود الدليل الثاني وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله النشرة أي المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية من عمل الشيطان نسبتها إلى الشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها يكره هذا الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم يكره هذا كله يراد بها النشرة التي من عمل الشيطان وهي النشرة بالسحر الدليل الثالث وفي البخاري عن قتاده قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى طب أي سحر ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرض لكن سمي السحر طبا من باب التفاؤل كما سمي اللديغ سليما والكسير جبيرا يؤخذ عن امرأته أي يحبس فلا يتمكن من جماعها وهو ليس به بأس وهو نوع من السحر الدليل الرابع وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز كيف نرد على من قال بأن السحر يحل بالسحر؟ أولا بأنه مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنهم ثانيا وفيه تضعيف للتداوي بالقرآن والأدعية المأثورة في السنة النبوية ثالثا وفيه تقوية للسحر والسحرة وتمكين لهم عند عامة الناس رابعا فيه عدول عن اليقين الذي هو التداوي بالقرآن والأدعية المأثورة إلى الظن وهو التداوي بالسحر خامسا لا بد في حل السحر عن المسحور من أن يتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب حتى يبطل السحر سادسا إذا صبر المسحور فإن له الجنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سابعا حل السحر بسحر يزيد المسحور سحرا على سحره ثامنا سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتداوى بالسحر بل بالرقية الشرعية المسائل الأولى النهي عن النشرة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال يحمل قول كل من قال بجواز حل السحر على الرقية والتعوذات والأدوية والدعوات وقول كل من منع حل السحر على حل السحر بالسحر والله أعلم التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر